طريقة عمل فتة الدجاج مربعات صغيرة للسلسة 150 جرام أو ثلثي كوب لبن زبادي 5 ملعق طعام طحينة عصير ليمونتين 4 فصوص ثم هروسة الزينة ملعقة صغيرة سنوبر محمص رشة فلفل أسود ملعقة طعام سمن حيواني أو زبدة طريقة التحضير نسخل الفرن للدرجة 150 مئوية نخسل الدجاج بلتر من الماء البارد نضع الدجاج في طنجرة كبيرة تحوي ماء ونغلي في تلك الأثناء نضيف لتر ماء إلى طنجرة أخرى ونغلي نرفع قطع الدجاج من الماء بملعقة ذات ثقوب ونضعها في الطنجرة الأخرى نضيف الملح والفلفل الأبيض والزنجبيل وعود القرفة وحبات الهال ونغطي الطنجرة ونترك المزيج يغلي ببطء مدة 25 دقيقة نحمس مربعات الخبز في الفرن المسخن مسبقا نضع الخبز في بيعاء التقديم نضيف رشة ملح ونضع الدجاج المسلوق فوقه نضيف مغرفة كبيرة من مرق الدجاج نمزج اللبن مع الطحينة وعصير الليمون والملح والثوم في بيعاء آخر ونسكب المزيج فوق الدجاج نزين بالسنوبر ورشة فلفل أسود على الوجه نذوب السمنة في بيعاء ونسكبها على وجه الطبق لمزيدا من الوصفات